مرحبا فيكم حبائي برج القوس. شاء الله يكون شهر خير على الجميع. رح نشوف طاقتك هذا الشهر ورق بشكل عام. شوي لمحة عاطفية عن العاطفة. تحزير ومسج من الحبيب. خلينا نشوف طاقتك كيف عامله. هذا الشهر تركيزك على شو رح يكون يا قوس. طلع مقلوب. هاي طاقة الاوهام او الاكاذيب اللي كانت من حواليك خلينا نقول بالفترة الماطية طلع مقلوب في نهاية لالها في حد لالها ولكن انت اللي رح تحط هذا الحد لانه هاي طاقتك انت. انت اللي رح تصرف طاقة على هذا الموضوع. يعني شيء منيح شيء مبشر بالخير. شوف بشكل عام. خلينا نقول الطاقات في عندك اه قوس او اسد. عم يطلعوا اولا بكل الابراج. طيب اه في عندك ميزان ممكن يكون اه في عندك طاقات طرابية عم بتبين كتير اه طاقات هوائية ونارية. اه بشكل عام من بعد صبر من بعد اه تعب عم بشوف من بعد اه ما كنت اه حامل حمول اه يعني اه في في مسؤوليات اه يعني عليك كل اياتها عليك انت المطلوب منك يمكن تصرف انت المطلوب منك انه تعطي انت اه تعتني انت يمكن تكون الاب والام بنفس الوقت اه او شخص عندك مسؤوليات كتيرة اه او انك شاعر بانه في حمول كتير فوق اه ضهرك ما عم تقدر تخلص اه منها لدرجة انك عم بتفكر بالسفر وفعلا ممكن تاخد خطوة السفر ممكن تسافر هذا الشهر يا برج القوس عم بتكون طاقتك انت اساسا ناري وطاقتك عم بتكون نارية اكتر عم بتكون اه بدك الامور بسرعة تتم بدك ما عندك صبر ما عندك كزا اه ولكن بشوفي العام عم بشوفي الشمس بتبشره اه يعني من اول الشهر رح تحس انه اه بعدين في امنية رح تتحقق عندك اه حققت اه جزء ورح تكمل تحقيق الامنيات او في امنية معينة رح تتحقق انا بشوفها على صعيد عملي اكتر ما هو اه عاطفي وممكن يكون طبعا اه عاطفي اذا كان مع شخص اه مائي او قوس او اسد ناري بشكل عام او مائي اه شايفة انه رح تبدأ بداية جديدة بداية جديدة مع نفس الشخص القديم اذا كان في سيناريو عاطفي اه بداية جديدة مع نفس الشخص القديم او شخص انت كنت تستنى او منتظره اليك فترة عم بتراقبه هو عم براقبك دائما الاشياء العاطفية او التوقعات العاطفية بتكون احيانا عكسية اه عم بشوفك منتظر مترقب ما بدك تعمل ولا اشراء ولا شي خلاص خلصت اعطيت اعملت ساويت بكفي اه وعم تستنى النتيجة عم بشوف النتيجة بتجيك بي بطريقة غير متوقعة اه يمكن انت كنت عم بتأجل موضوع عم بكون في عندك شوي صراع نفسي ممكن بين العقل والقلب ما اه في عندك اه نوع من الصراعات اه كانت او رح تكون في الاسبوع التالت احتمال ولكن اه رح تنتهي بقرار منك اه يعني صارم خلينا نحكي وهذا القرار رح يجيب لك اه بداية جميلة البداية اللي قلنا عليها انا حستها عم تكون على الصعيد العاطفي وعلى الصعيد العملي بنفس الوقت عم بتكون في بدايات جديدة اه عندك اما مع شخص اه قديم اذا كان في عندك شخص اه موجود اساسا في ضغطك اه او انه اه على صعيد العمل عم بتكون في عمل جديد فكرة جديدة ممكن تطور في نفس اه اه العمل اه خاصة اذا كان مديرك من برج اه ترابي او اه ناري فهو ممكن يرقيك او ممكن يعطيك اه مسئوليات اللي انت كنت تحسها انه اه كتير اه يعني كنت تطلع عليها بطريقة سلبية هي بالعكس هي رح تجيب لك اه السمعة الطيبة ورح تجيب لك الترقية ورح تجيب لك اه اشياء حلوة ما بعد هيك اه عادي جدا انا بقولك اتعب اه اول فترة من اه الشهر ما في مشكلة لانه بعدين في النصف الاخر من الشهر وكأنك عم تحصد النتيجة عم بتكون في كارما في الموضوع في شخص ظلمك ممكن يكون طاقته مائية او هوائية هذا الشخص او نارية ممكن تكون هذا الشخص عم تاخد حقك منه على العلم يعني قدام الناس زي ما راح حقك قدام الناس او انهنت او كذا يعني راح يرجع لك حقك بنفس الطريقة واشايفيتك منتصر منتصر على شخص او على موقف على شخص ممكن يكون برجه اه هوائي ممكن يكون برجه ناري شايفي فيه فرصة السفر حلوة. ولكن انت يمكن تأجلها لانه ما شايفيتك مسافر ولكن فيه فرصة اه سفر خلينا نشوف العاطفة بشكل عام كمان. حبيبي انتبه على حالك ممكن تكون عندك مشكلة بالشاكرات اه وحدة على الاقل. اه فبس تهتم في هذا الموضوع. تعمل استشفاء ازا قدرت. هذا الموضوع شايفيته على استشفاء وعلى النهاية راح يموت. اه راح ينتهي هذا الموضوع اللي عندك اياه المشكلة اللي في الشاكرات او الطاقة السلبية خلينا نقول. انا مش حبي احكيها انه طاقة سلبية سحر عين حسد. اه راح تنتهي ممكن في هذا الشهر في اوله او في النصف الاول. اه لانه كانت عم بتشكلك تأخيرات على الصعيد العاطفي. اكتر شي لانها طلعت بالورق العاطفي. اه شايف ممكن جدا انه اه خلينا نحكي يكون في ناس راح تترك حدا قديم في حياتكم موجود. وخاصة ازا كان برج السرطان او برج مائي. اه وتبدو بداية جديدة مع شخص مختلف تماما. مع شخص جديد بداية جديدة. اه هذا السيناريو للاشخاص اللي يمكن ملوا. اه خلاص من الطرف الاخر او الشريك اه كانوا عم يستنوا الفترة طويلة. اه عم بشوف نهاية وبداية مع شخص اخر بفعلا شخص جدي. اه شخص عم بيكون مائي او ترابي. اه عم بيكون جدي اكتر. اه عم بيكون بيستحقهم فعلا اه من زمان عينوا عليهم او اه يعني من هذا القبيل. اه شايف بالنسبة للمتزوجين في مشكلة عابرة ممكن انه اه يعني يتعرضوا لها. ممكن يكون في شك اما اه انت تشك بالشريك او الشريك شاكك فيك في موضوع من المواضيع. ولكن بمشي الموضوع يعني العجلة بتمشي ما في اه يعني مخاوف من هذه القصة. اه عم بيكون في اه بالنسبة للمنفصلين حتى للمرتبطين مراقبة شديدة من الطرفين لبعض. اه عم بيكون في زكريات اه طاقد زكريات كبيرة خاصة في الاول الشهر. اه عم بشوف شوي شوي عم الفرحة من بعد اه تعب يعني ومن بعد اه فترة طويلة من الانتظار من الظلم ان ظلمت في هاي العلاقة يمكن اعطيت كتير. اه فعم تسترد اللي انت اعطيته. عم بيردلك اياه الشريك. ولكن هذا الشريك شوي بطيء شوي شايفيته بطيء او عنده شوية مشاكل عنده عوائق. اه في كان اه طرف تالت اه مسيطر والان عم بتلاشى. اه طرف تالت اه قلنا حبايبي مو شرط خيانة. اه يعني ممكن يكون اي عائق اه في العلاقة. اه شايفي فيه علاقة جدية بالافق. حتى للمنفصلين. مبنية على اسس. مبنية على اسس. اه يعني ثابتة. مش مش حكي فاضي او مش اوهام او مش اه وعود بالهوى. عم بيكون. عم بيكون الشريك صادق وعم بيوعوده وعم بنفذها. شايفيته عم بنفذها. وهذا الشخص اه من بعد المشاكل من بعد الكزة. رح يرجع طبيعته معاك. رح يرجع اه ب بصفاته اللي بلش معاك فيها خلينا نحكي. اه ممكن للعزاب كمان يلتقوا بشخص منطقات اه مائية او ترابية او حتى ناريين. اه ممكن يلتقوا بشخص اه جديد. هذا الفترة هاي الفترة. اه هذا الشخص اه ما عم بشوفه كتير جدي عم بشوفه شوي اه متلاعب عنده اساسا اه طرف وعم بحاول انه يدخل حياتكم للحصول على شي ما يعني على على مصلحة معينة عم يدخل حياتكم فبس نكون حزيرين. اذا ورق بشكل عام جميل. نشوف مسيج من اه الحبيب ما قادر حكي لنا اياها. او من عقل الباطن او كلمة او. اه هون المسج عم بشوفه اه تكررت المسج معانا انه انا نفسي اجيب طفل منك. عم بحلم اني اجيب طفل منك. خلينا نشوف تحزير هذا الشهر. لا القوس. اه لا والله هذا مش تحزير. هذا عقد زواج عقد بيت عقد فيه عقد راح تتوقع عليه. فيه ورقة اللي هي اما عقد زواج او عقد يمكن عمل. اه فيه عقد راح تتوقع عليه. فيه ورقة راح تروح توقع عليها. دعايا.j بقول لك افرح انبسط سرخ وكأنه بيقول لك يعني أنا بترجمه أو بفهمه إنك عم تكتم كتير يا قوس في داخلك عم تكتم أمور كتير فبيقول لك احكي سرخ عبر ما تضلك ما تضلك ساكت ما تضلك في نفس الطاقة اللي عم بتحوش طاقة سلبية عم بتحوش تراكمات لا طلحها كلاتها أولة بأول كون زي الأطفال بقول لك شاوت يعني سرخ حتى تحصل على السعادة فلازم تفرغ لجواتك لازم تطلع لجواتك وحباي ببرج القوس بشوفكم بالفيديو الجاي